استخدامات الأملاح هموماً الأملاح قلنا الاستخدام الشائع والأساسي أنه الملح المو الأساسي الشائع أنه ملح كربونات الكالسيوم نحن بنستعمه طباشير للكتابة على السبورة طباشير قلنا أملاح الكربونات هي أملاح قليلة انحلال في الماء وأيضاً أن الأملاح مهمة جداً لجسم الإنسان تاسية مع المليات النقل الحيوي أكيد أخدتوا بالعلوم كيف لما بنتقل التنبيه من خلية إلى خلية هذا كل التنبيهات ونقل السيالات العصبية داخل الأعصاب أو من الأعصاب إلى العضلات كله يطمع عن طريق التوازن بين تركيز الأملاح أو المعادن على طرفي الخلايا أو داخل وخارج كل خلية والخلية المتجاورة فالأملاح مهمة جداً لجسم الإنسان نركز على نقطة صحية هي أنه الشخص اللي ما عنده ضغط أو مشاكل في الكلاوي الملح هو الملح الصحي طبعاً مو الملح هذا المعالج يعني تناول أي شيء بكميات معقولة هو مفيد جداً للإنسان أصلاً في ناس عم تتعب هالأيام لأنه بيصير عنده نقص أملاح خصوصاً الناس اللي بتشتغل بالهواء الطلق بوقات الشوب لما بيكون فيه شوب كتير وبتعرق كتير فهي بتخسر ملح كتير فهي بحاجة لتعوض هذا الملح فيه ناس مثلاً بيروحوا على بياخدوا مثلاً بيشربوا بشروبات غازية أساس بيقولوا أنهم عم يصحوا اللي هي سيئة للصحة ولكن هي بترفع عندهم المعادن بترفع عندهم الصوديوم شوي فأنا نتبه لما حدا مثلاً بيشتغل شغل شاق عمل شاق بالشمس بيتعرق كتير لازم يحصل على مصدر ملحي وفيه ناس اللي عم تعمل يعني ميت ملح ام خلل أي شيء صحي يكون أيضاً أن السماد تعد الأسمدة من أهم التطبيقات للأملاح الذوابة في الماء طبعاً لازم الدوب بالماء لحتى يقدر النبات يمتصة تضاف إلى التربة لتعويضها عما فقدته من العناصر نتيجة زراعتها المتكررة ولزيادة نمو النباتات وإنتاج محصول وأوفر فقالنا أنه تعد الأسمدة من أهم التطبيقات للأملاح الذوابة في حياتنا العملية تضاف إلى التربة لتعويضها عما فقدته من العناصر نتيجة زراعتها المتكررة ولزيادة نمو النباتات وأنتاج محصول أوفر وأجواد طبعاً هاي الأملاح هي أملاح ذوابة في الماء بيضيفوها للناس اللي عندنا محاصلة زراعية للتربة حتى التراب ياخد يعني طبعاً هو زراع الأرض لما بتنزرع مثلاً كذا سنة وربعض تفقد الأملاح المعدنية الموجودة فيها فهي بحاجة لحتى نرجع نعوضها ممكن نعوضها بسماد ممكن في ناس بيزرعوا اللي بيزرعوا مثلاً حمص وكذا بيزرعوا دورة فولية لأنه في عنده عقد آزوتية بيغني التربة يعني كأنه حط سماد في ناس تستعمل سماد كيماوي فهذا كله لأنه بيعوض الأملاح المعدنية المفقودة في التراب فبالتالي بيستطيع النبات امتصاص كمية أكبر من الأملاح المعدنية هلأ عندي آخر شيء عن اختلاف لون الملح هلأ عندي هون أنواع معينة من أملاح الكبريتات عندي كبريتات الكالسيوم كبريتات الباريوم كبريتات النحاس كبريتات الحديد طبعاً إذا أنا جيت أربط مع فقرة الأملاح الذوابة والغير ذوابة هلأ شوفوا كبريتات نحن قلنا كل أملاح الكبريتات تذوب من عندها كبريتات الرصاص والكالسيوم والباريوم فهذا هو الوحيد اللي أنا إذا حليته بالماء ما بينحل أما بقية الأملاح كبريتات الكالسيوم كمان كبريتات الكالسيوم عفواً كمان لا ينحل في الماء قلنا كبريتات الكالسيوم والباريوم يعني إذا جينا نشوف من هاي الفقرة من هاي الفقرة نربطها مع فقرة الأملاح الذوابة بالماء قلنا كل أملاح الكبريتات ذوابة في الماء ما عدا كبريتات الكالسيوم وكبريتات الباريوم وكبريتات الرصاص فكبريتات الكالسيوم والباريوم حتى لو حطناهم بالماء ما رح يدوبوا أما كبريتات النحاس والحديد رح يدوبوا هلأ هون الشق الشق السالب كله الشق السالب كله نفسه هو جذر الكبريتات ولكن ألوان الملح اختلفت فألوان الأملاح تعتمد على ألوان الأملاح تعتمد على الأيون الموجب كبريتات الكالسيوم لونه مثل لون الكالسيوم على أبيض كبريتات الباريوم لونه مثل هذا الشكل الشايفينه كبريتات النحاس لونه أزرق كبريتات الحديد مثل لون معدن النحاس كبريتات الحديد لونه أخضر فاللي بيحدد لون الملح هو لون أيونه الموجب ممكن يجي صح أو خطأ ممكن يجي اختيام المتعدد مثلاً أنه لون الملح يعتمد على أيونه الموجب أو السالب يعتمد على أيونه الموجب صح يعتمد على الشقة السالب وغلط كبريتات الكالسيوم أبيض كبريتات الباريوم أبيض فضي يعني لونه على فضي كبريتات النحاس أزرق وكبريتات الحديد أخضر لونه أخضر ما لون ملح كبريتات النحاس؟ لونه أزرق لونها أزرق في حد عنده شي بده حاسس بده إعادة بس بتبنى هلأ لما نسكر كل واحد يجيب ورقة ويلخص درس الأملاح بدنا شغلتين تكتبوا كل الأملاح صيغة مع تسميتها وتعملوا مثل ملخص الصغير بإيدكن عن الأملاح الذوابة والأملاح غير الذوابة في الماء مثلا الأملاح الذوابة بتذكروا أملاح النترات أملاح الخلات أملاح الكلورات عدة وبتكتبوها وأملاح الكبريتات عدة وبتكتبوها كمان